عقدت وزيرة التجارة وصناعة نيفين جامع جلسة مباحثات موسعة مع وزير صناعة أحمد زغدار ووزير التجارة وترقية الصادرات بدولة الجزائر كمال رزق وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية وصناعة والاستثمار وكذلك الاستفادة من المقاومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصرية والجزائرية على حد سواء وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العلية المصرية الجزائرية المشتركة وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية وسبل تعزيز هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة وكذلك مجال إقامة المناطق الحرة العامة والخاصة